السلام عليكم لي كيف؟ على بل يريد تحبوا بزاف مسلسلات الغموض وأنا شخصياً أحبهم بزاف وزيد مسلسلات الغموض هما الأكثر انتشاراً في العالم وليوم جبت لكم مسلسلات الغموض لازم تشوفهم قبل ما بدأوا ما تنسوش ديرو جام وطابوني في الفيديو أولاً ليو اسمع دارك ميتر من تمثيل جينيفر كونلي و جويل إدغيرتون وفيها سيزن واحدة تتكون من انتسح علاقات والقصة المسلسل يجد رجل نفسه في عالم موازي ونسخة بديلة من حياته هنا يحاول تصحيح أخضاء الماضي والعودة لعائلته الحقيقية والتي كانت سبباً في تدميرها وحتى لحد الآن المسلسل هدايا كان أفضل مسلسل شاهدته في سنة ٢٠٤٤ كان بزاف لي محبوش ستيل هدايا كان يحبوش أكسترارا صموغا لكن أنا شخصياً أجبني بزاف تقييم ديالي الشخصي لهذا المسلسل هو ٩٩ من ١ المؤثيرات كانت قوة بزاف لاسيري والحوارات بين الشخصيات الرئيسية كانوا هربين بزاف وإذا أنت يعجبك المسلسل تعذارك المسلسل هدا سرح يعجبك نروح للمسلسل الدوزيام من تمثيل هارولد بيرينو وهانا شيرامي لاسيري هادية فيها دو سيزون القصة عن المسلسل في إطار من الرعب والخيال الليلمي يتم كشف الغموض عن المدينة في وسط الولايات المتحدة تسجن كل من يدخلها بينما يكافح السكان للحفاظ على حياتهم طبيعية والبحث عن المخرج وهنا يجب عليهم البقاء على قيد الحياة من تهديدات الغابة المحيطة الناس لما تحب المسلسلات تعرف بالمسلسل هدا ما رحش يعجبكم بزاف لكن ليحبوا المسلسلات المعاقدة ولم يفهموش مسلسل هدا ليكم تقييم الشخصي لهذا المسلسل هو ٨٨ والمسلسل هدا كان قوة بزاف من ناحية الممثيلين والإخراج الموسم الثاني كان شوية تقلع الموسم الأول لأنه الموسم الأول كان بزاف قوة وإحداثه كانت متسارعة والذي يرهم يحاوسوا على سيزون التروعة ستخرج ٢١ سيبتمبر ديميل فاندكار نروح إلى سيري التروازيام وهي بريزيومت إنوسنت من تمثيل جيك جين الهول وبيتر سيرزغارد فيها سيزون واحدة وتتكون من ٨٨ حلقات والقصة تالي المسلسل في إطار من الجريمة والغمض تضرب جريمة قتل المروعة مكتب المدعي العام بشيكاغو حينما يصبح واحد من العاملين هناك المشتبه به الرئيسي في القضية وهنا يبدأوا الإحداث تالي المسلسل أخوتي نصيحة وين تلقوا مسلسل لأولا فيلم تا جيك جين الهول تدخلوا ما تحسوش تفهموا بباسك راح تستمدوا القيم للشخص لهذا المسلسل هو ٨٨ والتمثيل تا جيك جين الهول كان مبدع كلا عادة نروح إلى سيري الكاتريام من تمثيل إيزا جونزاليس مارلو كيلي و بنيدكت وونغ وكاين بزاف ممثيلين وحد أخرين معروفين فيها سيزن وحده وتتكون من ٨ حلاقات والقصة المسلسل قصة الأمة البشرية الأولى التي نجحت في التواصل مع الفضاء الخارجي وكيف أصبحت الأرض بمرور الوقت مهددة من الخارج المسلسل هدايا معقدة بزاف تسمى الناس اللي لا تحبش المسلسلات المعقدة المسلسل هدا ما راحش يعجبكم وكاين تكونوا تشوفوا في هذا المسلسل لما تديروا حتى حاجة أخرى لكي تفهموا القصة ملاحة وتتبعوها تقييم الشخصي لهذا المسلسل هو ٧٧١٨ الموسم الأول هدايا كان مقدمة ببرك ثم المواسم الجايين إن شاء الله سنشوفوا حاجة شاب أخر الممثيلين بدعوا في الدور ديالهم تصويروا الإخراج كانوا ملاح سيرتوا لمؤتيرات البصرية التي كانت قوة بزاف وأنا شخصيا لم أقرأت الرواية ثم لا نستطيع أن نتحدث بين الرواية ولاسيري لقرأ الرواية وشاف لاسيري امدنا رأيو فيهم في الكومنتر نروح إلى سيري رقم ٥ من تمثيل سونغ هيكيو وليم جي يون فيها سيزن واحدة وتتكون من ٦٦ حلقة والقصة المسلسل في إطار من الدراما تضع إمرأة شابه مخططا انتقاميا بعدما تعرضت لسوء المعامل أو التعذيب بشكل مأساوي من قبل زملائها بالدراسة وهنا يبدأوا الأحداث تال المسلسل ورح تستمتعوا بيها ليحبوا المسلسلات تالانتقام المسلسل هذا من أفضل مسلسلات تالانتقام اللي تقدروا تشوفوها وفي المسلسل هادا مرح تتوقع كامل اختيارات اللي رح يخيرهم الممثلين قيم ديري الشخصي لهذا المسلسل هو ٨٠٠ الممثلة الرئيسية في هاد المسلسل البدعت بزاف الدور ديلها وكل حلقة في هاد المسلسل تخليك تحب تشوف الحلقة اللي موراها والحاجة اللي يعجبتني بزاف هاد المسلسل ما تقدرش تتوقع الأحداث اللي رح يصراوك وصراحة المسلسلات الكورية في العوام اللي خرارهم غير يزيدوا يبدعوه كمسكويت جيم ماوس ماي نيم كيم بزاف مسلسلات وحد اخرين كورية قوة بزاف لاحقنا الله فاتح هاد الفيديو ما تنساوش تخلوه الناجام وطاك تيفي ولاك لوش باش يلاحقوكم الفيديو جدد ان شاء الله وقبل ما نكملوه اي واحد فيكم خصوة لوجو بروفيسيونال ولا اي حاجة متعلقة بالديزاين يبعتلي في الانستغرام ديالي في اللح بوان لوغو مرحبه بيكم كامل موسيقى موسيقى